انت ازاي عائل كده يا محمود وانت بتتكلم بقى محمود وانت فيك كل العفراتة دي لا ده الناس بتستغربني جدا في حياتي عموما يعني الناس يقولون انت لما بتطلع على مصرح مثلا بتتحول لكن انت في حياتك الطبيعية يعني انا جدي جدا ان انا اب طبعا وفي نفس الوقت الكوميديان لازم يبقى عنده وعي وعنده حزم ما عنده حزم وإلا لو ما عندهش حزم كل واحد عيطلع يقول اي حاجة فمش هتتزبط الافات بتاعته فهيبوز لكن لا لازم اكون شخصي دي نارك بتشتغل قوي اه طبعا ايه على قوم دي ميزة الكوميديانات باشكالهم المختلفة طبعا في مكانة طول الوقت فتلاقيه يبدو علي انه مهموم كمان جدا طبعا جدا جدا انا سمعت انا ما شفتش الحقيقة بس اسمع ان الاساس فائد المهندسة اللي هيرحمه وده فنان عظيم جدا كان يدخل للقوضة ويقلف حكاية علشان يعيط ويبكي قبل ما يطلع يضحك الناس يعني لدرجة انه ممكن يحب بنتي زيارة كده وقوليها السلام لها وكنت تولدت في الزمن ده وكنت تجوزتني يعني فهم عظمك يخلق دراما يخلق دراما لنفسه اه علشان عن مصرح يقدم دحك اشتركوا في القناة